زون ميكست وسعي جدا أن يكون موجودين بحظية في الستوديو سي مختار الترابلسي أهلا وسهلا بك مرحبا مرحبا بشير مرحبا بمير وكل المستمعين والمشاهدين يحضر معنا كذلك أميرا دريدي أهلا وسهلا بك أميرا مرحبا مرحبا بمختار وأكيد بالمستمعين والمشاهدين متعليك سرسافي خسوعة من زمان نحكيه فيه على كما قلت في تونس بش نتناوله في الجزء الأول الموضوع على نادي رياضي البنزارتي اللي يرجع له على رأس الفريق الأول وكمدرب أول مدرب يعرفوا مليح واللي هو سامي القفصي كما قلنا اللي يرجع لحضرة نادي رياضي البنزارتي بعد إقالة عماد بن يونس عماد بن يونس اللي يتفق مع نجم المتلاوي بش نحكيه حول التعيين ذايا بعد شوية نحكيه كذلك على نادي الأفريقي وفهم ملاعب من الوداد البيضاوي على ردار نادي بابل جديد نحكيه كذلك على حمزة الخضراوي اللي بش يكون حاضر ووبيراسيونال لمباراة شبيبة العمران ولعنة الإصابات اللي تلاحق المدافع رامي البدوي بعد موعد الأخبار بش نحكيه على السي اس اس وحارس المرمى أي من الدحمام اللي يستأنف التمرين اليوم على نادي الأسفرقسي واللي عنده هدف واللي هو استعادة مكانه في تشكيلة المنتخب في الجزء الأخير بش نحكيه على الاتوال وبعد موحيط قرقنا النجمي واجه مستقبل سليمان غدوة لتركيز على الجنب البدني والتكتيكي أولوية بالنسبة للإطار الفني والجماهير تنتظر العودة لسكة الانتصارات أما في البداية كما قلنا الاكتواليتي وبلي جنب الش نحكيه وعلى التعيين الجديد اللي صار في النادي رياضي البنزارتي سيمي القفصي كما قلنا يرجع للسابة بعد إقالة عماد بن يونس نبدأ معك مختار وانت ولد الجهة علش تم تعيين عماد بن يونس وعليش تم التخلي عليه بوا ما نجمشي قول علش تعيين هما سوصون دي شواء باسعة تغلط في دي شواء معينين ودي ما نحنا نحكيه والمدرب يعيش بالنتاج متاعو خطر يعني دي ما نقوله نحنا ريزولتات حتى ما تكونش فهمة منير المفيد ريزولتات تكون موجود نتصور أنا وقت لنادي البنزارتي بالنجم نشي معاك انه كان بروفيل غالط كتشوف انت بعد دو ما تشمشي على خطر النجم انتي أنا وين قايم المدرب وقت تكون فهمة بروغريسيون فهمتني انديفيدوالي كولكتيف الملعبية فهمة هامش ما تطور هنا تنجم تصبر عليها المدرب وترافج جمعية كي ما قاعدة تكور وقاعدة جيف في فورس وفهمة دي سيركوي بريفرانسي الحقيقة في اللازوز ما تشاهدت هذوما النادي البنزارتي بمباراة المستير وتطوين ما كانش الشي هذائي زيد معا تترجحها من الكات ما تشاميكو ولا سنك ما تشاميكو اللي عملتهم السيابة ما كانش فهمة مردود ما فهمش فهمة تحسن النادي البنزارتي وقت البناء القرار بتاعهم ببناش على رزلتات تطوين بقط بني على برحلة كانت بتاع ثلاثة شهور يعني كيني النادي البنزارتي بخدم حد شي خاصة ماش تطوين عليه فهمة الجماهير متاع النادي البنزارتي يعني كانت غاضبة برشة والباجيت تحركت وتعرف الفيسبوك ولي قلق برشة حتى في القرارات تشوف انه مع فريق تطوين ما احترامتي ليه مثل كرجاع عنده كانجور هذا لي زيت فهمتني غشش الجماهير قول كيفاش انا تروى موا وستاجيت وكذين وبعد تلقى فهمتي فريق سمحني في الكلمة جيبوهم هاكا في كانجور فهمتوا يربحك دوزة زيرو وكان يربح حتى اكثر من هاكيك القرار بو شوف يلزم تاخوه قرار عليش خطر الشارع متاعب منزل تغليه برشة وكبرت برشة حتى بيشكون فهم حمل اتجاج العميد بن يونس الى انتسيبيه لبرزيدن سامير يعقوب واتصل بديو بروفيل اللي هو محمد الكوكي اللي امور مادية يعني ما تمتش ومبعد فهمتي سامير القفسي اللي وافق اللي هو مبعد دوزان يرجع للنياد البنزارتي صارت لو أسر تمامه وكانت فيها نجاحات اليوم يبشر المهمة بتاهم مع مع زيد زيوت فهمتني باليوم زيد العروسي سمحني زيد العروسي زقزوق وشالا نتمنى لهم التوفيق بوسي تنبون بروفيل فما رح كبيرة على مستوى الجماهير يعني في بنزارتي وطالبوا بسامي ياسر تمامه وكانت حملة كبيرة في المطالبة بيها ابن النياد يالنو يزم يخوا فرصه وفالا وسامير يعقوبة نجم يقول مشايف الأرام تاع الجماهير هذا امير انت دا زيدة تعرف النياد النياد البنزارتي سامي القفسي يعرف النياد 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 وتم التخلي عليه اليوم سامي عاود يرجع مرة اخرى سامي القفسي الاتت دو كلوب اثليتك بيزيرتان نانهاش اسكو تدكور عالفات انو معتا مدرب منجحش في فترة ما نفس المدرب ذاكا يعاود يرجع شنو اللي باشي غير اسكو الافكتيف معتا كان الانترينور عندو مثلا فكر معين وعندو انستراتيجي ولا ان فلوزوفي معينة شنو شنو اللي تفرق ببين عامين التالي وما ببين تاو هو تعرف معنى احنا في تونس تعودنا به هذية معنى مدرب عادي حتى في ساعات في دون لاميم سيزان يشد الفريق مرتين يخرج وعاود يرجع دونك معا دايا معاش حاجة غريبة فوتولة تونسي بان سامي ما نجاحش سادي بان معنى شنو تحب تقول انتي بالضبط ما نجاحش خطر معنى هو ضمن ضمن البقاء وقته خلي الفريق في وضعي صعيبة مادية وإدارية وعلى جميع النواحي وكان يلعب في البسيري ما يلعبش في تيرام تاعو ريال مون جاح في ضمن البقاء ممكن منعنش عليش وقتها ما عاودوش تعاود التجربة معنى هيسكم انه هو من الهيئة ما كانش فهم رضاء على الخدمة هذي كحاجة ترجع للهيئة اللي كانت موجودة وقتها والسامي اليوم ما رجعه هو كيما قلت انتي ابن النادي ابن الجيهة يعرف الملعبية عامناه اللي كان موجود في البطولة التونسية معتي حتى طوين العب ضد من زارتي دونك اكيد يعرف شو بين هذو ما وكيد قاعد يشاهد فيهم هذي ادي جا بش يسهل برش الخدمة على سيمي معنى معرفته بالجروب لاجواء اليوم ما تحس الناس لكل معنى وسيمي بلوزوموال جماهير كل موافق عليه دونك بش يلقى مارج متاع ارياحية يخدم فيها عندو اليوم ما معنى ها مقابلات تستنى فيه معندوش برشة وقت زادة بش يحضر تعرف الناس طالب بالنتيجة اس كل يوم ما بش يكون فاما صبر زادة على سيمي القافسي ونستنى الفرويد وترافاه متاعه ولا زادة بش نقايموه بعض زمباريات مع هيميد بن يونس على خاطر حاس براينا كتناحي مدرب بعض زمباريات مهيش حاجة يسر مفهومة بصراحة دونك نفس الشاي نتصور سيمي لازم ياخد وقته يخدم على روحه يحط افكاره كما قلت انتي يحط لي شواء تكتيك متاعه يختار ملاعبيته هم بعضيك اتنجم انتي تحكم عليه وراه المدرب مش نتيج باركة تحكم عليه فما طريقة العمل فما كما قال مختار تطور كالسؤال جميع ورالفردي متاع الملاعبية بالاخص النقطة يذي مهمة ياسر ندريات بن زارتي خد نعرفه دونك اهم حاجة واهم اهم خدمة ينجم يعملها مدرب اليوم اللي يكون موجود متواجد في الندريات بن زارتي هو تطوير الشبين هدوكم باش دي سي عام عامين تلاثة ندريات بن زارتي يلقى ملاعبية معاش دي جون سيخرجوا من ستاتوين متاع دي جون واللي بدي كونفيرميه وقت الفريقي نجم يعزز ويعمل اربع خمسة انتدابات معناها دو كاليبر محترم ويتعدى البالية اخر دونك هم شي سيمي لازموا يعملوا حسب رأينا مش النتيج الكروية اوكي نتيج توجيب تبيعاتها ولكن هي مش يطورة كل الملاعبية الشبين اللي رينا برشة منهم عمنا يقول مع مهر ما قصروش سارة الكوبور في البرجه دي كارينا حتى مع عميات برشة تغيرات في تشكيلة بكو تجون اللي كونروا فيهم عمناوا يلعبوا كيما رحيمي كيما عليا والا يد ميديني بان لعب بييد في رس العقرمي في رس العقرمي دوما سيختو رحيمي وعلى للا معنى السن دي جوار انترنشنو معنى فل إكيب جونيور عميات تخل عليهم مانا حتهم على البنك هذا يمكن ما يعاب على عميات بن يونس كونو تخلى على الملابية كيما علالها اللي جون دوما اللي جون انترنشنو هو شوف يقول لك دوما معتاسي لزنفون هو لبخنسيب بشير انو مدرب حر في اختيارات مجمشي بتحكم فيه ولكن انا المفروض وانو قبل ما يتم تعاقد مع عميات كانت تكون فما جلسة مع الهيئة ومع الناس اللي قائمة في الندريات البنزهارتي ونفسروا البروجيه لبعضنا الناس الكل وقتها هو المدرب يا يعطيك لا كور ولا يقول لك ليه معنا يا يا اما راو عنا احنا دي جون ونحبوهم يتطوروا وحتى كان بش تلقاهم معناها مثالش مازالوا ناقسين وكذا اخد متعب معهم وطورهم ولا مدرب يقول لك انا ليه يا اخويا اللي جون هدوما نشوف فيهم مازال مش وقتهم هو امير راو شوف اللا كوميونيكاسيون مع عامد بنوز كنت سعيب وحش هيدا هاو بولا هون سكر على روحو برشا وهذه من اللي زاد في المشاكل هاي اخرى تصحيح المعلومة را مزوز ما تشيت يعني مش تقييمهم بركة راو نحكي على مرحلة كم يعني نادل بنزرتي ووقت اللي اخذيها القرار متاعه في شكل رئيسها راو على مرحلة كم ما مفهمش هاي مش متى ايه اما حسبك ليه ما كنتي مختار ما كنش فم اقتناع بالعمل المتاع فتلي خاتر راو نادل يا دي بزرتي والفريق رجع يدرب وزيد على هيكا فمتع دوك المفروض اذا كان انتي ميكش مقتنع عرك خذيت القرار من لو وزيد على هيكا زيد على هيكا هو صار تمامو ساميري عقوب شغاله وعلى ميال كان زاري قال يعني غير بركة اليد باخي كنت النجم نحط عليه المشاني قبل ما ما تشلكوب حتى كان راو نجم يمشي فيه كان القرار كيف نهاكا ليو كنتره وسبرييرا وحبوم فيها صار تمامو علش زيد انتي تيم بلنا في الشيشي اللي كانت تيولور ما عش موجود غير مختارع بي السيسوكو اللي تسمى في الناد البنزرتي باي وتروس في رابل يعني فمتني ما هوش موجود الفلاحي كيف كيف كونتي اللي هو وزيد ولاد صغار بتاعنا اللي هو ما كيمقولون نحنا ماه اللي هو انجكتيهم عمنيو الكيمارين حمي من على الليلة وفراس العاكمي اللي راه امبوني ليمون فلاكس يعني تلقاهم الكل كوتاي وهو تعرفش زي عملا زياد ذر الملعبية الدوكيلي والعامري والعامري وعثمية زياد ذرهم علش على خطر هذو ما رو كيف كيمالولاد اللي عنا لكن تبقى يعني فما وقته طايميك بش توظفهم طيو انتي ذريتهم لملعبية هذو ما في اول بساج ونعرف جماهينا يعني سعيبها برشا لكن شوف في اللخر او القرار لابد بش يكون وكنت لمنتظر لحقيقة القرار يعني بش عميدي الكيت ولا تكون استقالة ولا المفيد بش يكون فما رجع نفسية على خطر الجماهير اليوم كان ما تنحاش عميدي كانت تكون داخلان هيدا هو طبعا احنا ما نقولوش لا عميدي صحيح للهيئة صحيحة مش هيدا الموضوع انتي مفروض اذا كان ما تفهمتش مع عميدي وكان في مشكلة في الكوميونيكاسيون وفي البخوجيه متاع الفريق في الشبين اللي لعبوا عمليه اللي تحب انتي ينكوري يزيدوا يلعبوا وياخدوا نوتر بالية هذي كل يصير من الاول اذا كان ما صارش من الاول ما عندكش عليش انتي تتتعاقد مع المدرب يعني كل سوا عميدي ولا اي مدربين ان شاء الله الكوميونيكاسيون هذي تكون صارت مع مع سيمي ان شاء الله متفهمين في البخوجيه مع بعضهم ومش بيش تفرضوا للمدرب بيش يفرض للهيئة بيش تفرض اما يتفهموا بعضهم في البخوجيه بيش خدمة تكون سهلة سيمي القفصي في الصفحة الرسمية لنا البنزارتي وقال الشي اللي تحكي فيه انتي يخل تفهمنا مع الرئيس انو البروجيه فاماليجيون انا قل لجا ليعرف كاتر ويندي برسان من اللي فكتيف قال معناتها اللي الوبجكتف معناتها وقت ليحكيه مع سيمير ياقوب بذاي على السن سيمي القفصي في الصفحة الرسمية واكي بيكون تقول امختار قال معناتها الوبجكتف امتعنا انو نعملوه اسمت اونورابل بالنسبة لي انا معناتها اكو تيغم يقول لك الهدف امتعي اني نرجع على ثيقة لله بالنسبة للعباد اللي تسأل اشنوه العقد متاع المدربة اذية بتاع سيمي القفصي يقول لك انا معناتها ومعتا متفاهمت معهم على اون سيزان اوبرابل والسياسة متاعه اللي هي السياسة متاعه المواصلة للتعويض على ابناء النادي مكنت كنت خيرما لللي عاملو عماد بن يونس اللي هو استبعد ربما لأسباب او لأخرى اختيارات فنية على ما يبدو ابناء النادي يقول لك أنا سامي القفسي بش نواصل نعتمد عليهم دايغ هو كيدي تشوف معتا سابين لابلو شوا ما عندوش دي ركروتما معتا اسامي كبار اما ياد لكاليتي بالنسبة للجون جوار المعتا للنظرات للمعطي للكلوب اي اي من البروجيه متاعه ومش فالعب على تيتر ربشي اللعب على مالشان هوا كالا هوا كالا هوا كالا هوا كالا لعب على كلاس مال اونورابل حنقول وانتر وانتر ويت يم هكا كيكون سات يم سيبيان حسب من شوفه لكن شوف رو نفس المشاكل ترقاها مع لي زنترنا شوفو وليكساندر سانتوس ويسفى استحن مع بركة الحميد ويوسف بش رواني المشكلة ما تنجيمش تعطي المفتح المدرب تقودوا برا تصرف كيف تحب روزم تخذعلي أسر تماما عندك بلان دوجوه ما نجيمش تاخل فيه لكن فما بروژي دو كله الناد اللي بنزرتي بالكزوم بستنوكيب فورماتور اليوم راجعت لثوابت المتاحة تحب تنجكتي الملعبية وزيد فما هي مش متضطرة وتكون فما بروژيسيون خطر لموينداج صغير برشة لكيب على ذاك ما تراش عند شخصية قوية في نفس الوقت الملعبية هذو ما كيما تلقى طوو يعني هنا عندي دو في اللي كيب ناسيونال جينيور ما نجي نقص عليهم ما نجي نحطه مع البنك بالعكس إيا ما مختاري لازم يكون فما ملانج ما بين لجون جوار ولا لزنفان دو كلوب ولي جوار اكسبريمنتي معناتها لاش تنجم تعمل الكيليبر الخاتر متاجم جدا جمعية تاخو الريسك تلعب مع توليد ما عنده مش خبرة أوكي مع تولد النيدي وعنده بلوزو موشوية كاليتي من بعد القدر الله يلقى روح ويلعب على على المنتين ويتناجم مع تاري ويتناجم يتيح نحكيو على ملعبية بفرمي مش هيد فينا العمنيو اللي مع ستاري في موشوية نحكيو على عاملة الدوزيام يعني في الفلاس مو في البلايات ما تنسيش زادا مختار اللي 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 بدي تمتعلي كيب اخرج اللي هو طيب النزيتون اللي بيوتر اخرج صحيح لكن دي ما عندك انتي كرير على جد ترندزه عندك بواليق يعني فما الحقيقة للعمري والعامري جاعة خاليل بربوز نحكيو خاليل زادا كيلا فيكو ديكسبرينس يوسف الفلاحي فما الحقيقة لكن شوف ممكن التوظيف كان خاط شوف روي نجم المدرب يعمل كيف ميحب لكن انتي بيش تقنع تقنع بالتيران وبالريزولتان اليوم عيماد ما اقنعش وكان فما تذبذب كبير على مستوي حتى اللعبة ما كانتش موجود وراوي نجم اللي بنزلت دي ما يخسر في تطويق هنكون واضحين روي ممشيتش لمور مع سيبية عادية عادية لكن في الظرف هذية شوف ممكن حتى كان عيماد بنوست عادل كانت تكون زادة فما كانت نجم حتى العلاقة تنتهي مش خطر هو القرار حاضر من قبل المباراة تطويق ما ديم ام بالسرعة ديكة معناها تعمل عليه سيكو فامة نيجوستيسيون سايرة مع سيمي من قبل المباراة بوه تو هذية معناها عيمات صحية صفحة مشيت على روحة ندري اللي ندري اللي بنزلت يمعليه كان يغزر قدام وسبب يشير معناها بالعكس يمكن من اقل الفرق اللي خسرت ملاعبية معناها ملاعبة واحد خسر طيب بالزيتون طيب بالزيتون فاركونت رجيب ملاعبة يوزن ملاعبة يوزن قاعدوا الفريق الي عامناو العمل به في نالكوب وعمل به دوزيم بلاس واو رفيجه طيب اللي نقاط معناها مالا براتيكمان هو بيجه تكملو مع بعضهم معناها فهم الفريق فهمة دي باز سوليد فهمة حاجة ينجمي بنى عليها اي مدرب اليوم يكون موجود وهذا يمعد مش عايمات فهمة حاجة نجمي بنى عليها اي مدرب يكون موجود في ندري الغنيب بالنزلت اه عيمت بنيني سيمكن ما ما عيش بوش البروجيت اذك حسب الاخبار اللي جاي بنزارة انو ما كانتش فامة ساتيسفاكسيون كبيرة بتاريخ العمل. الريزولتات ما تبعتش. دوك اذيك هو المدرر بيختار هو اللي ليبر مش يعمل ليشوها متاعهم. بعض مش يتقايم بالنتيج. مدام مشيتش النتيجة عادي اذيك قانون اللعب عيمد معليه كان يقبل. اي. وسيابي اليوم مع سيمين تو تغزر القدام وصفحة جديدة. اي. وذي ما يمنعش اللي عيمد بن يونس معطى. ممتازين. اللي كان عماله. ممتازين. سيحلي. وشوفنا معناتها الراندمان بتاع لتوال معناتها كيفيش كان مع عيمد بن يونس والنتيج جيزان مش لازم نحكيه على الراندمان بش ما ندخلش نحكي في الامور التكتيكية ولا الامور الفنية. كيخرج عيمد بن يونس النتيج متاع لتوالة راجعت في المستير كيف كيف عمل معتها بساج باي مع المستير ولعب معها افريكان. آآ في بيجة عمناه ولوصل معها دمي فينال كوب. بو. سني عمل زوز ما تشويت آآ مع سيابي يلقى روحوا آآ آآ بو. هو حسب اخر الاخبار معتها الفابا شو مي لانطان فيك صار اتفاق مع نجم المتلوي. دونك من بن زرت لنجم المتلوي. يظل يزيد الوضعية بتاع نجم المتلوي ما يشكل وضعية المرتاحة ياسر ولا عندهم برشة جواريت اللي بشي لقى على شنو يدل معتها ايمد بن يونس هاتف. اول حاجة ان ان بركوله العقد جديد اما هو يعرف ايدي هو الاشكايل بيشير ما هو يعرف روحه على شنو قاتم. انا حسب رأيي في اللي ممشيش في نديلاذ بن زرتي برا خطر في المستير اخذي الفريق على فوزي تقريبا آآ ما بدل حد شاي عميت قاعد ونفس قاعد في نفس الافكار حتى نفس الليعبين اللي يلعب ودونك مشيت الامور بتبعات نفس الشاي في نجم المتلوي السياح اللي اخذي الفريق على فوزي دونك كامل في نفس الافكار وفي نفس نفس الاختيارات ولو عمل جديدة ولكن ما بدلش برشة في الاختيارات آآ في بيجا القامة جموعة محترمة بصراحة لبخوف اللي ريت انتي ملعبية بيجا لكل يوم ما بو عبيد في نديل الفريقي آآ الشيحي في الاتوال آآ آآ العبسي في الاتوال دونك آآ معناه قامة جموعة بيه وخدم هو داي من قسله حات شيء من الميغيت نتعو اليوم في المتلوي يمشي يعرف ظروف الفريق ظهر لي متلوي كيماغلب في راقتون سيت عاني على على المستوي المادي آآ حتى من ناحية الرسيد البشري عندهم لعبية محترمين ولكن ما هوش افكتيف تخو لاغش لك انا بالنسبة لي انا من عيماد ولا غيره ديما انا الراه كمدرب المدرب اللي حب يدخل على فريق صعيب برشة بشتنجح بالاخص في تونس لا فما صبر لا فما وقت وما هيش طريقة ياسر محبذة احنا الراهو حتى في العالم معناه كسير تغيير تعمدرب ما يبدلش كل شيء بتدخي يبدل في طريقة اللاعب يبدل فما في دوت رواج وورك ليلي هو يراهم بشي نشحولو الشواء للدس بوزيتيف تكتيك متاعوه ما ميغيرش حداش الملاعب وعشرة ملاعبية ولا ملاعب يكون تلقاها تلقاها تنعبو على هما تصيران بخوبليم ديس بلينيغ ميسينا نوك حسب رايي اسهل طريقة والطريقة اللي هي تكون اذكى وانفع وانو المدرب ياخو ديجا شنو موجود في الفريق وياخو يعطي روحو شوية وقت سعب بشي قيم الموجود هم بعد يدخل بشوية بشوية كل سوادي جورج دود ولا افكار جديدة بتي تبتي هو يبدأ يخدم ويلانجيكت بشي يمشي معاك الجروب خاطر حاتك تحب انتي تغير كل شيء منو النهار وجي انتي راو بشير راو شوف اللي لعبو كوريا يعرفش اذا جي انتلقى ستة سبعة ملاعبية عمناول كانو يلعبوا سيسية جي انتي من اول ما تشام يكال تولي مشكل راو حتى في الفيستير حتى في اللي في التعامل حتى في معناه الفواجي يختودوا بشوية بشوية مش ديرك تحب تبدل يمكن عمية تحب هو هو يقعد حر كما قلنا اختيارات وهو حر فيها الاختيار هذي ما كانش صحيح في النيدريات البنزارتي ما ينقص حد شيء من قيمته اليوم عنده فرس اخرى في المتلاو ولا حتى بعض المتلاو في فرق اخرى ربي يوفقه ربي معه عادي معناه اي هو اهم حاجة معناتها بالنسبة المدرب كونه يبدأ عنده فكرة على المجموعة ويكون هو مثلا اللي بدي معتا من الليكيب في البرباراتيان بش يعرف ش عندو ش ما عندوش مش يخذ لتران او مارش اه تاو قلنا نحن الاتفاق حاصل معتا اونا تنضون لسيناتور وتولي الامور اوفيسيال مع نجم المتلاوي اه في رأي كاس كنت نجم تخلق الحكاية ذايا عامد بن يونس لفات انو يخو لتران او مارش معتا بشيخو فريق نجم المتلاوي في بعض مرور جولة ولا جولتين هو الاقلق مش هنا الاقلق انو في النيد البنزرتي يلقى كل شي يطلب استاج يلقى اه اللوجستيك بلعبيته خالص من حيث السكنة من حيث اللاعبين لحقيقة موجود يعني كوم كاليتي وحتى كوم افكتيف ريشة هذه البنزرتي لكن حسب البروجين بتاعه مقولوش في العب على تيتر مليوت تبلوء انو رب كنتمشي انتي المتلاوي في الظروف هذي وانتش قلته امور مدية مش تلقى ملعبية كما كنا نحكيه وحتى في اللوف على باجق بلت الفمتني هذي المشكلة كيف مش يتعامل انتا مش نجى مش يطلب استاجات ما نجى مش يهز الفريق متى اونا عرفوا ظروف المدية الفى المتلوي الحقيقة الى هنا هو مش يتقلق عامر بنونس خاطر كان عايش في الكونفور يعصى ما في سيابي بش يمشى المتلوي في نيوف شالانج وسكون كان شهد المتلوي منظر مخلوف ابن يعني ابن الفريق ابن النادي ولهناه نعرف ومنظر خرج بش يشد باريزونب العمايد الحقيقة مش كما كان في السيابي اللي ريسيت فوق الخمسين في المياه. الحقيقة في المتلوي والظروف قد ديك بتاع العيشة يعني صعيبة. وذي حتى مع السيد دي نيريا صار تمام واحكي. انا قال لك رو نحن يجينا متلوي زي ما بتعطي برشة فلوس مش يجيك. على خطر المتلوي بلد الغريفة. والعيشة والعيشة فيها صعيبة. الحقيقة شنعج بالنسبة لي. هو المدرب نجيمش حكم في روحه ديما ساكور البيت. هو اليوم البارح في السياة بيه اليوم في المتلوي. الحقيقة ديما نقول انا هو حر وهو مشروع اختاره في مخ وكان ينجم يستنى شوي. لكن نعرف عميد حتى مزيل على مستوى الشهيد مزيل ما 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 كملهم بش زي ما يبقى في تونس بش يكمل الفورماسيون بتاعه. لكن المتلوي طبقى زادة اللي حقيقة من الفيرق الصعبة والصعبة في في ارضية ميدانها. والحقيقة ديما نقول لانا تيران سخون برشة خليك في المتلوي. تيران سخون وزادة فهمة للي ينشحوا برشة مع نجم المتلوي اللي حكيو على محمد الكوكي. فما برشة 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 مدربين يلقاوا راحتهم في. نقطة في نيش كنت شو قول لك يعني متلوي سيحي. معتا برشة برشة مدربين عملوا عملوا كاريير معتا. نقطة انتليق. لكن الظروف اللي كانت بكري ماشي ظروف تاتا. اي صحيح. صحيح. كان فما دعم للجروب شيني. سي بي جي اه. اما بوم معنى المتلوي كما قلت انتي بشير معنى ملاحظة في بلاستها اللي هي نقطة انطلاق لعادة مدربين شكري خطوة محمد الكوكي. وعملوا جمعية كانت ممتازة برشة ولعبوا سنك يام وسيزين بلاس وعملوا يدلوني فينها الكوب. عفوين كيف كيف. دونك فرصة العيمية تشوف متلوي بلاد تحب الكورة وتعيش بالكورة ونعرفوا ما فيهاش برشة حاجات اخرين بكل مويندو الوزير بخلاف الكورة. اليوم ما راو عندو مسؤولية كبيرة عيمية البلاد كاملة راو معنى قبصة ولا متلوي لعب تانا شخصيا في قبصة ونتشرف بهذا كيد معنى تحيا نهار الماتش وكي تربح تحس جمعة كاملة الناس فرحانة وكي تخسر راو جمعة كاملة بالحق خطي المو صغيرة وتشوف الناس كل دونك مسؤولية كبيرة عندو متاع فاريق متاع مدينة كاملة وراه. اه اكيد متلوي انتصرف مبارات لولا عندو افكتيف كي ما قلنا ما هو شريش ولكن قادر وانو البجكتيف تصورو في متلوي هو ذا من البقاء قادر وانو يضمن البقاء متاعو. اه تو ديبون هو الكب كي ما حكينا اللي عملو في ندرات نزار تو ديبون من الكاباسيتي دا بتاعو اليوم عندو فاريق ميون بلاس فاريق عمل تحذيرات مع مدر مخلوف عمل مباريات لبداية عمل مبارات اولى هو تاوي الدواء معناها اه ياخو شوية وقت معناها معنى معنى هوني امير سؤيل معنى تاوا بعد البركور اوكي معنى تا ما هزش ديتيتر انطان كانترينار عيمت بن يونس هز برشة صندوت انطان كجوار ما اسكي لا كلكشوز ابروفي هو انطان كانترينار تاوا معناها بعد ما شد الاتوال بعد ما شد مستير بشي شد المتلوي مامشيش على اساس هو معتك مدرب اول مدرب باسمه. ايه تحكي انت على الكاريير متاع المدرب في حق ذاتو. هذيك شوية يرجع له هو. هو شد المستير والاتوال في ظروف معينة هذيك ترجع له لهو. هو كفيش يحب يقيم. كيفاش يحب يكون خجير بتاع الكاريير متاعه. كاريير متاعه. كاريير متاعه. هو كفيش يحبه يكون. كان ينجم يستنى. كان ينجم هو اليوم يقيم وانو المتلوي فريقي نجم يوفر له طموحاته الرياضية والمادية. فذيك سيان شوية لهو بشي تحسب عليه. بالنسبة للكاريير متاعه. ولكن اه يقعد المتلوي كما قلنا فريق محترم وبلاد كيم لا تعيش ولا الفريق هذي. دونك اه يدوى بالعكس المدرب لازمو ديما يدوى بشير. و اه مش تقول لي شد فريق كبير كيما ليتوال. و لكن اليوم ما مانيش نحكيه على مدرب تيتخيه وعندو عشرة تيتوات وراء ولا. دونك. اه يدوى يدوى تخفاييه عيمية لازمو يخدم من وباكيد نتمنى ولو التوفيق. اه هو حتى كيما قلنا في فرمسيون ما زال يكمل. دونك اه. اه. الى. و فرصة بيها في المتلوي تنجيم تكون بالنسبة لهو. بشي او معي الغوبان دي من التجربة القصيرة اللي كانت في بنزارة اللي ما مشيتش معناها مع هالوامور. اما ذي سنسة الخايبة مختار ما حبرش تنحها. معناتها متاع عنك تلعب بزوس لتلا ما شويت ماكسيما من بعد اه تلقى روحك اه اه لزمك تبدل لانترنار. شفنا طاوة متلوي منظر مخلوف اه مشي على روحه اه. شفنا الحيدوسي كيف كيف. شفنا طاوة قفصة سامير الجويلي خسار اه بشي جي بانتش المو في بلاستو جمال الخشيرم. السيابي وفي وقت انو معناتها لا كونتينويته ورات اثبتت اني ادي كم معناتها سر نجاح متاع جمعيات كيما مثلا كيما حمار دي دا وقعد قريب عامين معناتها في الملعب التونسي اه عرف المجموع عرف الافكتيف باش في الاخر معناتها سوري سور لوغاتون وتوج معا بيكا ستونس. هو حتى حماد يدوى على صافيح سيخة في سونس زادة خلوها زادة. شوف الناس الكل راو اسمعني خاصة ان انا نمن بهيئة متخبة. كتكون هيئة متخبة نجم تمشي تعمل معك في بروجيت. كتكون فما هيئة تسيرية تلقى وضعية خائبة على مستوى المادياتك. شنو المادياته وشنو المدرب. المدرب خدهم ملعبية. وقت يكونوا خالصين. انتي حط صفوار فير متاعك. الملعب بشي جي بار اكزومبل وناعرف هذي عملنا اليومي نحن. على ذاك اشوف ليزي ترانجيك يجي ويلقاوا الدنيا كل امريك. العكس المدرب التونسي بتلقاه يتعارك مع المسؤول بشي خلص هذي وخلص هذي. ويش نو ولا الكورة هي سيكون مرتاحة البرا باش نجم تعطي فتينة. اليوم الجمهور زادة الحقيقة والفيسبوك ولا ولا صاحب قرار. وهذه الاشكال اللي منيح. خطر اليوم رويز من الرئيس يحمي فهمتي المدرب. ها سرطان مو حمد يدو مصرتوش مشكلة في استات تونيزيان ووقف معاه اللي هي وقفت معاه. مبعد ساي هاو كانت توج يعني بكاليفيكاسيون يعني فهمتي افريكان. وفالاخر هزا الكوب دي تونيزي اللي كان هاي ببرشة على استات تونيزيان. انا نمن بالمسؤول اللي يعطي ثيقة في المدرب ويقف وراه. يرفوها كان انتي ما تقفش معه وتحط وذنك للفيسبوك ولا لجمهير. هراو جمهور مثلا كان تكلم وما يتفقش على مدرب. مظرة مظرة كان الفيسبوك وسائل التواصل اجتماعي. انا ومنيتي برسونال ما ونشوف جمعية في تونس كيما كيما ارسونال وشد هارسين فانجير قداش من عام ولا ولا سور اليكس فيرغوسون. نحنا مكسيموم فريمان. صعيح. اه الانترينار يقعد جمع من اي اخو عدا عام. عام ولا عامين. بس صحيح. بس صحيح. والله يصي ملو رؤه ولا حقيقة. اروا خاطر بشتبني مشروع. ازبك تبقى. وفهمتي شفت سامي تاوت ترحاب. لقد الله ما تكونش النتيجة رو كيف كيف رو جمهور ما يصبرش اراب. جمعة جمعتين ثلاثة فهمتي الدور عليك. على كل نحنا ديما نقول حاجة. اروا نحكي اولا عامد بنوس ولا اي مدرب. اروا الرئيس وقت ليحمي المدرب انتاعه. اروا في الاخر المدرب بش يعطيه في رويباه. اذا ما تحميوش انت وتحط خاطر شنو اصار. بقى ساعة نحطها في المدرب ونش بدروح ايرانيان. يقول لك فك علي من المشاكل. عليش تجي فيانا. خلي هو يهزها الفاتور. اليوم يهزها عماد. غضو يهزها عليه. غضو يهزها صالح. هذاك ما تجي مش تعمل هم برو جي سبورتيف. ما تجي مش تطور في الاداب تعليقية بتاعك. وتلقى روحك تلعب على صوت. بتوفيق الكل مدرب يخدم على روحه. هون يمحور حديثنا. طبعا سامي القفصي المدرب الجديد للسيابي. وعماد اه بن يونس اه في انتظار اه الاعلان بصفة رسمية عن اه انضمامه لفريق اه نجم المتلاوي. موعد الاخبار على اكس بخسافين موصلين في زون ميكست حتى للخمسة.